يعتبر تمكين الشباب وتأهيلهم وتنمية قدراتهم من أهم الأولويات التي تقوم مملكة البحرين على تحويلها إلى واقع ملموس إمانا بقدرتهم على العطاء وتقديم الأفكار والحلول المبتكرة للمساهمة في مسيرة البناء والنهضة الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة من لدن جلالة الملك المفدى أيده الله لم تأل مملكة البحرين جهدا في رعاية فئة الشباب وتمكينها من سبل النجاح والتفوق والإبداع في المجالات العلمية والعملية كافة والتأكيد على ما كفله لهم الدستور ومثاق العمل الوطني في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كيف لا؟ وهم شركاء فاعلون يحظون بدور قيادي في العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البحرين في ظل رعاية واهتمام من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه فهم يمتلكون القدرة على خلق التغيير الإيجابي والمساهمة في إيجاد الحلول الإبداعية المبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز مسيرة البناء نحو مستقبل أكثر إشراقا إن مسألة تمكين الشباب كقوة عمل وبناء هي مسألة ننظر إليها باهتمام بالق لتلك القوة من دور مؤثر في صوق مستقبل الأمم ونؤكد هنا من منطلق قناعتنا الشخصية وفي ضوء ما أثبتت تجربتنا الوطنية بأن عملية إشراك الشباب في الشأن الوطني هو رهان رابح في كل الأحوال متى ما تم إعدادهم الإعداد السليم بتدريبهم على القيادة المسؤولة وفسح مجال مشاركتهم في عملية الصنق واتخاذ القرار لإحداث التطوير الإيجابي الذي نطمح له جميعا ومن منطلق أن الرهان على عنصر الشباب رهان رابح تؤمن مملكة البحرين بأهمية تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات المطلوبة بشكل فعال ومؤسسي مبني على أسس صحيحة وإفساح المجال أمام أفكارهم وطاقاتهم بما يجعلهم أكثر قدرة على تحقيق النجاح والتميز لذا فإن تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم من أهم أولويات الخطط والبرامج الحكومية ولتحقيق الغايات المرجوة فإن المملكة توفر لأبنائها من هذه الفئة التعليم والبرامج التدريبية والدورات المهنية والإدارية والقيادية وذلك لمواكبة التغيرات وامتلاك المتطلبات وقد كفلت التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج الحكومية تعزيز مشاركة الشباب وتأكيد دورهم القيادي في المجتمع كأداة تغيير إيجابي تجهزو الواقع و رحضو التعليم وللإسهام في تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية لمملكة البحرين تعمل الحكومة الموقرة على إحلال عنصر الشباب في القطاع العام وإشراكهم في عملية صنع واتخاذ القرارات مشرعة أمامهم الأبواب من خلال إيجاد البيئة الخصبة المحفزة لإبداعهم لينطلقوا متسلحين بالأدوات التي تمكنهم من أن يكونوا سواعد بناء في نهضة وطنهم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة